اشتركوا في القناة هل قطرة العين مفطرة الجواب لا يقول انا لكن انا حسيت بشي حسيت بطعم حسيت بمرورة حسيت باثر في حلقي في بلعومي نتيجة قطرة العين هل هذا مفطر الجواب لا ومثل قطرة العين قطرة الاذن ايضا نفس الحكم قطرة الاذن ما تفطر سواء حسيت باثرها في البلعوم او ما حسيت باثر الطعم مثلا طيب عندنا الابرة الحقنة الابرة اللي هي يعني تزرق في العضل او في الوريد الابرة هذه العلاجية طيب هذه ايضا مفطرة الجواب لا الابرة العلاجية هذه او اللي قد تكون دواء تكميلي او ما شابه ذلك سواء في العضل او في الوريد هي غير مفطرة عندنا الشيء الثالث اللي هو المغذي المصل اللي هو قد يكون غلوكوز قد يكون ماء وملح شيء معين من هذا القبيل ما حكمة هذا مختلف فيه بين الفقهاء سيد الخوئي رحمه الله سيد الخامنئي حفظه الله يقولون بان الاحتياط الوجوبي ان تعتبر بمثابة المفطر مدام ان هو مغذي بمعنى ان يؤدي ان الجسم يشعر بالشبع شوف كلام سيد الخوئي يقول إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه يعني إذا كان مريض مضطر له طبعا يقدر ياخذ ولكن يقضي هذا اليوم على الأحوط سيد الخامنئي يقول إذا احتوت الحقن على المغذي وكانت عن طريق الوريد فالأحوط للصائم اجتنابها هذا الرأي الأول احتياط وجوبي انك انت تقضي طيب الرأي الثاني يقول بأن المغذي مفطر إذا كنت إذا أخذته من أجل انك تتغذى من خلاله سيد فضل الله يقول إن كانت بداعي التغذية حتى ولو كانت علاجية يعني أنت صار فيك ضعف نتيجة مرض معين نتيجة عملية نتيجة شيء معين قرروا لك إن يعطونك المغذي المادة هذا الغلوكوز إن يعطونك يا المصل فأنت حين ذاك هذا بالنسبة لك مفطر أما إذا كانت لوضع الدواء فيها فيصح الصوم حينئذ ولو حصل بها التغذي يعني الغاية الرئيسة منها مو إن يغذون جسمك إن يحطون لك الأنتيبيوتك يحطون لك المضاد الحيوي أو يحطون لك المسكن بس شلون يحطونه يحطونه عن طريق المغذي الوريد فالغاية ليس التغذية الغاية هي المسكن أو المضاد الحيوي فحين ذاك يعتبر صيامك صحيح هذا الرأي الثاني الرأي الثالث اللي هو سيد السستاني يقول على كل حال هو ليس بمفطر المغذي سواء تغذية أو دوة أو كذا هو ليس بمفطر إذن صار عندنا ثلاثة أراء في هذا الإطار كما استعرضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته